أنا في رأيي الميديا الورقية خلصت يعني في النزع الأخير ربما لا نراها الآن في بلادنا لكن أنا أقيم في لندن وبين لندن وواشنطن كل شهر إطلاقاً بدون استثناء تنشر أرقام المبيع لهذا الشهر والشهر نفسه من السنة الماضية كل شهر أرقام المبيع تهبط يعني حسبياً سنصل إلى السنة ما عاش فيه شهر عايد طبعاً هم متأدمين علينا يمكن في العالم العربي سيحدث هذا الأمر بعد أوروبا الغربية وأمريكا مثلاً ببضع سنوات لكن أرى أنه قادم وهذه الأرقام صحيحة بس السيد جيد هو ورقياً عم تخفي المبيعات بس فيه متابعة لهم عن طريق الإنترنت راح إلى الإنترنت ومعيدة ما تفضلت هلأ فيه أجيال حتماً فيه جيل في الولايات المتحدة ممسك جريدة ورقية بحياته لسه يمكن ما صارت عنا ولكن أراها قادمة بعدين يعني في الغرب الأرقام صحيحة لأنه شركة مثلاً في لندن التي توزع الأرقام اسمها ABC Audit Bureau of Circulation هذه الشركة مملوكة من الجرائد البريطانية كل جريدة تدفع حصتها في الشركة بقدر توزيعها فالأرقام بالعدد الواحد مش بس بالعدد الواحد حتى بالعدد الذي يباع بالسعر الرسمي والأسعار الترجعية بعض الجرائد بترمي فيه مطار هيترو 100 ألف عدد باليوم بقرش فهذا كله مسجل أنا قصدي يمكن ما عد حدا اشتراها ورقياً ولكن ما زال فيه اهتمام للطريقة اللي بتنكتب فيها صحافة يعني الصحفي اللي هو بيكتب تحليل بيعطيك الخبر من كل أبعاده وليس فقط الخبر الصغير ولا لا أنت بتشوف حتى يعني الإسلوب كله عم بيختفي أنا أرى أن المستقبل للتلفزيون والإنترنت بالنتيجة القارئ سيجد اللي بتتحدث عنه على الإنترنت في النهاية وأسهل حيث كان يعني مرات أنا بصلي بريد من البرازيل في قارئ مواظب ببعت لكل يوم لكن بصلي بريد من شمال كاليفورنيا صديق كان معي في المدرسة الثانوية وهاجر فهذا مستحيل أن أصل إليه بجرد ورقية عربية فلولا الإنترنت ما كان أرى هذا